اشتركوا في القناة فالشرع والعقل والذوق والوجدان كلها تثبت اختيار الإنسان أما ثبوت الاختيار شرعا فإن الشارع أثبت للإنسان حالة اختيار ورتب المؤاخذة والمعاقبة على أفعاله التي تصدر عنه وهو مختار لها كما أثبت الشرع للإنسان حالة الطرار ورفع عنه المؤاخذة والمعاقبة حال كونه فيها فقال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ثم قال تعالى بعد ذلك فمن اضطر في مخمصه أي مجاعة شديدة غير متجانف لإثم أي غير مائل لإثم فإن الله غفور رحيم فبين سبحانه أنه حرم تلك المحرمات في غير حالة للطرار إليها أما إذا اضطر إليها بأن اشتد الجوع على الإنسان وخاف الموت على نفسه من شدة الجوع وليس هناك شيء يتناوله سوى تلك المحرمات فلا إثم عليه في تناولها لأنه مضطر إلى ذلك وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وقد نزلت هذه الآية كما روى البيهقي وابن جرير في عمار بن ياسر رضي الله عنهما حين أخذه المشركون فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا باللسان ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فالمكره على محرم لا مؤاخذة عليه لأنه ليس له اختيار لذلك لأن المؤاخذة على الاختيار وقد فصل الفقهاء أقسام الإكراه وأحكامه المرخصة والموجبة وأما ثبوت الاختيار عقلا فإن كل عاقل يفرق بين الآثار الناشئة عن حركة البشر والآثار الناشئة عن حركة الشجر فإن وخزة تناله من قبل البشر تغضبه وتدفعه لانتقام ممن وخزه لأنه يعلم يقينا أنها صدرت عن إنسان له اختيار وإرادة لذلك أما إذا مر تحت شجرة يحرق الهواء أغصانها فوخزته أو جذبت طرف ثوبه أو خدشته فإنها لا تغضبه ولا يندفع للانتقام من الشجرة لأنه يعلم يقينا أن الشجرة لاختيار لها في ذلك فلو قلنا إن الإنسان لاختيار له في أعماله الاختيارية لنزم أن نعامل البشر في ذلك كالشجر والحمد لله رب العالمين